عبرت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات قصف حقل كورمو للغاز في محافظة سليمانية بإقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة مجهولة المصدر وفقا للبيان الصادر عن وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق والذي أسفر عن مقتل أربعة عمال يمنيين وإصابة عدد آخر منهم بإصابات طفيفة وأشرت الوزارة في بيان لها إلى أنها على تنسيق مستمر ومتابعة متواصلة مع السفارة اليمنية في بغداد التي تجري اتصالات مكثفة مع المعنيين في جمهورية عراق الشقيق وسلطات إقليم كردستان لمعرفة حيثيات وملابسات الحادثة ونوهت الوزارة إلى أنها تعمل وبتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إمكانية إخلاء وإيصال جثامين العمال اليمنيين إلى أرض الوطن وهم علي عبد أحمد ناصر ويوسف ياسر حمود فارع وعصام محمد أحمد الكازمي وعوض عبد علي المياس لافتة إلى أنها تتابع عن كثب ومنذ اللحظات الأولى الحالات الصحية للجريحين منير الجرباني وعمار القبيبة وهم بحالة صحية مستقرة هذا وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تعزيها ومؤساتها لأسر الضحايا سائلة للمولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمنع الجريحين بالشفاء العاجل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة